هل يجوز أخذ أو أعطاء الأشياء باليد اليسرى؟ لا لأن النبي نهى عن هذا فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بها هل الالتفات بالصلاة يبطل الصلاة؟ إذا كان الالتفات لغير حاجة فلا لأنه اختلانس يختلصه الشيطان من صلاة أحدكم أما إذا كان الالتفات لحاجة فيجوز والدليل أن أبا باكر كان يأم الناس عند مرض النبي فوجد النبي في نفسه خفة فخرج فأكثر الناس من التصفيق فالتفت أبو بكر فأشار النبي أن كما أنت هل يجوز الوضوء في الحمام إذا أمنت النجاسة؟ فنعم يجوز هل يجوز في الوضوء المسح على الحذاء؟ الحذاء لا بالخف يجوز بالإجماع الجوار فيها بعض الخلاف هل يجوز للمسلم أن يتعالج عند طبيب النصراني؟ إذا كان الطبيب يشهد له بالأمان والكفاءة في عمله وبعدم الغش فنعم يجوز والنبي استعانى برجل أثناء الهجرة ليدله على الطريق لم يكن مسلمة هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟ الأولى أن يوقر المصحف والنبي كان جالسا على وسادة فجاء اليهود ومعهم التوراة فقام النبي من على الوسادة ووضع التوراة عليها هل يجوز لأهل الميت نزع درس ميتهم لأنه من ذهب؟ رأى بعض أهل العلم الجواز لأن درس الدهب مال والنبي قال إن الله كره لكم القيلة والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فإذا ترك الدرس إضاعة للمال وكما جاز قلع درس الحي جاز قلع درس الميت هل مرور المرأة أمام المصلي يبطل الصلاة؟ لا يبطلها عند جمهور العلماء والحديث الوارد أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار أول القطع قطع الخشوع وليس الإبطال رجل أخرج ريح وانتقد وضوءه هل يستلزم الاستنجاء؟ لا لا يستلزم الاستنجاء والاستنجاء ليس شرطا من شروط صحة الوضوء هل صحيح أن النبي كان شعره طويلا ورد ذلك؟ كان يطيل شعره أحيانا إلى أنصاف إذنيه وأحيانا يضرب منكبيه ويكرم شعره ويلبس النبي والعمامة هل يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجتي؟ لا يجوز لأنها محرم مؤقت والمحرم المؤقت لا يجوز لك الخلوة بها ولا السفر معها ماذا يفعل الأبناء مع أب ظالم يسبهم ويخوض في عرض أمهم؟ أولى يدفع بالتي أحسن السيئة ويكلموه بالطيب من القول ويتقون فحشة مع ملازمة الدعاء له بالهداية هذا والله أعلم سلام عليكم